أنا عايزة في البداية أقول لحضرتك أنه من كتر ما مصطلح الطيور المهاجرة أصبح بيطلق على فكرة هجرة العقول والعلماء يعني سواء العلم أو العمل حتى في مجالات العمل المختلفة من بلادهم إلى بلاد أخرى نسينا أو كتير مننا نسي فكرة الطيور المهاجرة المصطلح الأصلي وهو الطيور فعلا كطيور بتهاجر في مواسم معينة وبالتالي عايزة أبدأ مع حضرتك هذا اللقاء بالحديث عن الطيور المهاجرة كمصطلح واليوم العالمي للطيور المهاجرة الأمم المتحدة أنشأته وهو 14 مايو من كل عام إيه أهمية كانت تشين هذا اليوم؟ طيب الطيور المهاجرة بتهاجر بالغريزة من نصف القرى الشمال إلى نصف القرى الجنوبي وهما السياح الحقيقين على كوكب الأرض يعني الهجرة بتتم من مئات الألاف السنين عشان تهرب من ظروف جواية معينة وتقضي الشتاء بتاعها في أجواء مناسبة تتكاثر وتتغزى وترجع لموطنها الأصلية فالهجرة بتتم فيه هجرة الخريفة وهجرة الربيع بتتم طول السنة من نصف القرى الشمالي إلى نصف القرى الجنوبي فهما فعلا دي الهجرة الرئيسية على كوكب الأرض وتعلم منها الإنسان إزاي يهاجر عشان يغير سلوكه يكتسب العيش ويشتغل فيه أماكن أخرى المصطلح اليوم العالمي للتيرو المهاجرة داشتناته وزي ما حضرتك قلت اليوم المتحدة وعملته مرتين كل سنة مرة في شهر مايو والسبت الثاني من شهر مايو وكمان في شهر أكتوبر بيتم الاحتفال العالمي كل الدول العالم بتشارك الاحتفال اليوم العالمي للتيرو المهاجرة عشان يسلطوا الضوء على المهددات والمخاطر والمشاكل اللي بتقابلوا الطيور أثناء رحلتها وأثناء هجرتها عشان هي بتهاجر لمسافات كبيرة جدا وبتعبر بلدان كتيرة ويجب تضافر كل البلدان على مستوى العالم عشان يتم الحماية والتكامل فيما بينها هي الهجرة هنا يا دكتور بيقصد بيقصد عذرا دكتور أسامة هي الهجرة هنا بيقصد بيقصد بيها الصفر من بلدها الأم إلى بلد آخر ربما ثم العودة صح كده؟ مظبوط ودع فصل الهجرة هنا الانتقال من أماكن إلى أماكن أخرى أكثر تناسباً لظروف المعاشية بتاعيها نعم لها المصطلح المظبوط نعم تمام دكتور أسامة فبيتم الاحتفال كل سنة اتفضل ما خاضرك بيتم الاحتفال من خلال الاحتفال العالمي اللي بيقصد بيقصد المهاجرة على مستوى بلدان العالم لتصلية الضوء على المهددان اللي بتقابلوا الطيور وتوحيد وتضافر الجهود الدولية والعالمية لحماية الطيور على مستوى العالم طيب فيما يتعلق بنا في مصر يعني عدد الطيور المهاجرة بيكون تقريباً قد إيه اللي بيعدي علينا في الموسم خذك بتقول الرحلة بتبقى مرتين في المرة الوحدة العدد الطيور تقريباً اللي بيعدي من مصر قد إيه أماكن هل في أماكن معينة بيعدوا فيها أساسية إزاي برضو بنقدر نفرقهم يعني أحنا مفروض أن نحن بنحافظ على هذه الطيور ومفروض أن هو في منع للصيد الجائر فيما يخصها إزاي بيتم تفرقتها عن باقي أنواع الطيور طيب فيه مصارات محددة طيور بتهاجر ليها كل سنة وحسب الأنواع بتاعتها بتهاجر هذه الأنواع يعني مثلاً اللي بيعدي في مصر تقريباً حوالي 500 مليون طائر كل سنة في مصارات المختلفة مصار هجرة البحر الأحمر والودي المتصدع ده بيخص الطيور الحوام المهاجرة اللي هي النصور والسؤور والأقالق وإحنا المشروع بتاعنا مشروع صون الطيور الحوام المهاجرة قائم بحماية هذه الأنواع من المهاجدات اللي بتقابلها وده مشروع ممول من مرفق البيع العالمية بتنفذ وزارة البيع بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور والبرنامج للإمام المتحدة فيه كمان مصار هجرة البحر المتوسط يعني حضرتها زكارت موضوع الصيد وموضوع الصيد على ساحة البحر المتوسط صيد جائر فعلا وصيد كبير ووزارة البيع بالتعاون مع الشركة بيحاولوا يجد حلول لهذه المشاكل فيه مصار هجرة كمان نهر نيل مثلا ففيه مصارات مختلفة بتهاجر عبر هذه الأنواع مثلا كانت طيور مائية مثلا عصفير طيور حوامة نوارس مثلا ففيه طيور حوالي 500 مليون طار بيعدوا خلال هذه المصارات عبر مصر فقط من هذه الأنواع اللي بيقابل مخاطر كتير جدا في مصار الهجرة من التلوث مثلا محطات طاقة الرياح خطوط نقل الكهرباء وكمان الصيد الجائر زي ما حضرتك ذكرت